أكد مساعد رئيس حزب العدل لشؤون الشباب حسين هاريدي في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري على أن حزب العدل لديه رؤية من أجل إحداث مساحة للمشاركة السياسية في مصر وطالب هاريدي في الوقت ذاته بضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية الذي لم يشهد أي تغيير منذ عام 1970 المشاركة السياسية في مصر لازم يكون في أحزاب سياسية يعني لم ينتج العقل البشري أي وسيلة من قبل علشان تداول السلطة بشكل سلمي غير الأحزاب السياسية وعلشان يكون ده متواجد في مصر لازم يكون فيه مساحة للأحزاب السياسية وده مش هيحصل من قانون ما حصل في السبعينات فعلشان كده احنا كحزب العدل قدمنا النهاردة في محور الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية بتداول فيه إزاي يتم تداول السلطة وإزاي يكون الأحزاب السياسية تتأسس وإزاي الأحزاب السياسية كلها مساحة حقيقية في المشاركة في تداول السلطة اللي هو أصلا بينص عليها الدستور المصري